كرام في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الاهلي هنتكلم فيها عن مباراة امبي والنادي الاهلي اللي انطعت بفوز النادي الاهلي على نادي الامبي في الجولة المؤجلة من الاسبوع الست عشر الحقيقة قبل ما ابدأ فيديوهاتنا يا ريت نبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في بداية الامر عايز اتكلم على المباراة بشكل تفصيلي وعايز اتكلم على تشكيلة المباراة الغريبة الحقيقة تشكيلة غريبة جدا بدأ بها مارسي الكولر كولر بدأ في حراسة المرمى بمصطفى شبير لعب فيليمين محمد هاني في الشمال اللاعب عمر كمال عبد الواحد في اتنين مساكين رامي ربيعة وياي عبد المنعم كالعادة لعب في وسط الملعب بأفشة وي مروان وي كوكا ولعب بسلاسي امامي بي كهربا وي طاهر محمد طاهر وانتوني مودست الحقيقة تشكيلة عليه علامات استفهام كبيرة جدا خصوصا انا مش عارف يعني مارسي الكولر بيعاند نفسه ولا بيعاندنا يعني بيعاند نفسه ولا بيعاندنا ما عرفش ايه الفكرة ان انت تفضل مصر ان انت تبدأ بمودست تم تلعب بكهربا ونزل ريدا سليم نزل لحمد عبدالقادر اللي انا شايف من وجهة نظري مظلوم عبدالقادر مظلوم ظلم رهيب مع مارسي الكولر الحقيقة يعني انا مش عارف يعني يعني زي ما بتدي فرص لانتوني مودست ادل عبدالقادر عبدالقادر الموسم اللي فات كان مكسر الدنيا لو تفتكره لو تفتكره الكلام ده معرفش مارسي الكولر في دماغه ايه عارفين كلنا ان عبدالقادر اكتر لعبه فردي وده طبعا ان هو عنده مهارات بتديله الكلام ده يعني بتسمح له ان هو يرقص ويبقى فردي اي نعم يا الكرة كرة جماعية والنادي الاهلي كولر ما بيحبش اللعب الفردي الكتير ولكن فيه اوقات بيبقى مطلوب اللعب الفردي طاهر محمد طاهر يعني صاحب اسست الهدف بتاع كهرباء في الشوت الاولاني بس انا شايف الحقيقة الحقيقة يعني احمد عبدالقادر لو برجل واحدة بعشرة زي طاهر محمد طاهر تختلف او تتفق معايا دي وجهة نظرك بس انا شايف ان احمد عبدالقادر من وجهة نظري لو برجل واحدة بعشرة زي طاهر محمد طاهر الحقيقة كمان انا معرفش يعني انت عمر كمال عبدالواحد يبدأ شمال ليه يعني عمر كمال عبدالواحد يبدأ بك شمال ليه يعني ده اللي أنا عايز أفهمه يعني ده اللي أنا عايز أفهمه عمر كمال يبدأ يعني يبدأ ليه تمام بكش مال وانت عندك على مقاعد البودلاء كريم الدبيس يعني انت عايز تقنعنا بايه يعني انت امريح علم علول ومخرجوا برا القايمة خالص ما انت عندك كريم الدبيس ما تبدأ بيه يعني علم علول ممكن ما يجددش مع النادي الاهلي فمش هيبق قدامك غير كريم الدبيس ومحمد شكري اللي هو هيرجع من من الله ما صلى عنه من سراميقة لكن ما ينفعش الحقيقة انا شايف ان التشكيلة فيها ظلم كبير جدا لكريم الدبيس وظلم كبير لعبدالقادر وظلم كبير ليه وسام أبو علي اللي بنقول له الحمد لله على السلامة كان لازم يبدأ رضا سليم كان لازم يبدأ قهربة كان لازم يبدأ مهاجم يعني انت لو بتلعب بعبدالقادر ورضا سليم وقهربة سلاسي امامه هتكسر الدنيا من البداية لكن ايه الفكرة ان انت تبدأ يعني معرفش اصرارك الغريب يعني فيه اصرار غريب منك على انتوني مودس اصرار غريب انا يعني مش قادر افهمه الحقيقة كمان احمد عبدالقادر يعني لسه برضو كولر مصر ان احمد عبدالقادر يا جدعان احمد عبدالقادر لعب كبير لعب كبير يعني كولر من المدربين اللي هي مبتصفاش بسرعة الحقيقة مبتصفاش بسرعة وانا بقولك احمد عبدالقادر لو راح الزمالك هيبقى حق لان احمد عبدالقادر لحد الان صابر على كولر كولر خلاص انت محتاج احمد عبدالقادر الوقتي ده بالذات وتجهزه في المباراتين دول بالذات قصوصا انت عندك الزمالك وعندك مازينبي يوم تسعتاشر حسين الشاحاتها يغيب عندك عن مباراتين مازينبي كمان يعني من النهاردة لحد مازينبي ما يخلص مبارات مازينبي يعني اذا انت محتاج عبدالقادر لقدر انه لو حصل اصابة لتاو او طاهر او رضا سليم فانت محتاج احمد عبدالقادر محتاج ان انت يعني تديله محتاج ان انت تصق فيه مش تحط عليه الحقيقة مرسل كورورر اصبح عليه علامات استفهام كبيرة جدا يعني خصوصا انه هي بيبدأ بعمر كمال شمال والتعاوهو عنده كريم الدبيس علامات استفهام كبيرة كبيرة جدا النادي الاهلي قدم مباراة كويسة جدا وطبعا عايز اقول مدرب نادي ام بي ما ينفعش ان انت تضغط على النادي الاهلي من بداية المبارا لان ده طبعا فرق الخبرات وفرق اللاعيبة وجودة اللاعيبة في النادي الاهلي اعلى بكتير من نادي ام بي فبالتالي انت مش هتقدر تجاري النادي الاهلي ما كنتش هتقدر تجاري النادي الاهلي برضو طريق لعب غريبة من مدرب نادي ام بي انه بيلعب قدام النادي الاهلي بانجومه والناس دي وبيفتح المنعب حاجة غريبة جدا criminal كمان عمر السلية اللي قصر الدنيا في مباراة سيمبا تنزين المباراة اللي فاتت واللي جاب الهدف الاولان اللي نادي الاهلي جميل اوي بريحه كمان انا كنت اتمنى انه هو يريح مصطفى شبير ويدده للزنفولي خصوصا ان انت ما عندك شغل مصطفى شبير مقيد افريقيا انه هو حمز علاء يعني مصطفى شبير لو قدر الله لو قدر الله وجراله حاجة انت خسرت المركز ده فكان لابد لابد ان انت تدي للزنفولي في الدوري وتدي لمصطفى شبير في دوري ابطال افريقيا حقيقة علامات استفام كبيرة من مرسل كلر على لعبه على طريقة لعبه على لعيبة كمان يعني هو بيريح لعيبة وعنده بودلاء عنده بودلاء انت ريحت معلول عندك كريمي دبيس ريحت برستاو عندك رضا سليم حزين الشاحات انصاب عندك احمد عبدالقادر وخلي طهر بديل كويس لكن الحقيقة انا مش عارف يعني مرسل كلر بفكر في ايه وبيفكر بغض النظر عن النتيجة خالص سيبك من النتيجة مكسب او خسارة او تعادل مش هتفرق بالنسبة لي كل اللي يفرق بالنسبة لي ان النادي الاهلي داخل على مرحلة صعبة ومرحلة فاصلة وحاسمة ومرسل كلر لازم يفهم الكلام ده كويس ولازم يفهم ان اللعيبة بتقع منه لعيب وراء لعيب بسبب الايجاد وبسبب الشد العضلي وبسبب ضغط المبوريات وبسبب عاجات كتير فكان لازم مرسل كلر النهاردة يعني يدي الناس يدي الكريم يدي بيس ما كان معلول يدي الاحمد عبدالقادر عشان يرجع له ثقة وفي نفسه تاني اللي هو انا شاف ان مرسل كلر ايه الحقيقة اللي هو ضمر ثقة احمد عبدالقادر في نفسه يعني هو ضمر ثقة احمد عبدالقادر في نفسه اللي انا مش لاقي مبرر انه هو ما يدولوش بقى او هو ما يبدأش بيوم مباريت حقيقة مش لاقي مبرر يعني اللي قدر الله اللي بيحصل ده ممكن يكون زنب لعيبة كتير في النادي الاهلي مظلومه حقيقة تبقى لعبة كتير مسلومة عمدا مش هطول على حضراتكم الحلقة اكتر من كده اتمنى تكون رسالته وصلت لمرس الكولر انه هو لازم يعمل التدوير خصوصا في حراسة المرمة في البطولات المحلية لان انت معندك شعور مصطفى شبير يلعب معاك بطولات قرية اشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية ويريد تقول لنا من وجهة نزلك هل احمد عبدالقادر مظلوم في النادي الاهلي ولا مرس الكولر عنده حال مستنى رأيكم في التعليقات استنوني في حلقة جديدة باذن الله وما تنساش لايك وشير وادعي لحسين الشحاد بالشفيق العاجل هشوفك على خير مع السلامة